موسيقى الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل القاهرة تستضيف اليوم منتذى الأعمال بين مصر ورومانيا لبحث سبل تعاون الاقتصادي والاستثمارية والقوات الأوكرانية تشن ضربات على أنظمة صواريخ روسية وموسكو ترد بقصف خرسون ستين مرة في يوم واحد الثالثة أصلا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى نقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير تنطوي بالقاهرة الجديدة وقد قدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد رموز الوطني المضيئة وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رحل عن عالمنا رجل عظيم بحق تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات إنه رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل الذي كان على قدر المسئولية الصعبة بهذه الكلمات نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق قائلا إنه كان رجلا فاضلا من خير رجال مصر وتجسد فيه ضمير هذه الأمة وأكد رئيس السيسي أنه لم يرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء مترفعا عن كل المكاسب لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه ولد شريف إسماعيل في السادس من يوليو عام 1955 وشغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر عام 2015 حتى يونيو عام 2018 وقبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو عام 2013 حتى سبتمبر عام 2015 وكان آخر منصب تقلده هو مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ الرابع عشر من يونيو عام 2018 تخرج المهندس الشريف إسماعيل في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس في عام 1978 ثم عمل مهندسا في البحث والاستكشاف حتى عام 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من عام 2000 حتى عام 2005 ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من عام 2005 حتى عام 2007 ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من عام 2007 حتى عام 2013 تقدم شريف إسماعيل باستقالته بسبب المرض في الخامس من يونيو عام 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وبعد صراع مع المرض توفي مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل عن عمر الناهزة 68 عاما حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على نعي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس ولفت رئيس المجلس إلى أن الراحل شريف إسماعيل كان رجل دولة من الطراز الأول سعادة المرحوم شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق لأن الحقيقة رجل دولة من الطراز الأول رحمه الله ويعني جزاء الله عن عمله الوطني كل خير ونحسبه عند الله إن شاء الله من هذا التقيم استقبلت النائبة في بفوز وكيلة مجلس الشيوخ بمطار القاهرة سيدة صهيبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذرابيجان والتي وصلت في زيارة رسمية لمصر على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تأتي الزيارة في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات البرلمانية التنائية بين البلدين الصديقين ومن المقرر أن يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذرابيجان والوفد المرافقة لها يعقد اليوم منتدى أعمال مشترك بين رجال أعمال من مصر ورومانيا لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين كما يهدف المنتدى لإتاحة فرص الاستثمار بين البلدين وتعزيز سبل دفع العلاقات التجارية التنائية بين مصر ورومانيا يأتي المنتدى تزامنا مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الروماني لمصر كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2022 مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 46.3% هذا وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2022 مقابل 750.500.000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.5% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على مدار عقود مضت تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار وتتسم بتقارب وجهات النظر ما بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى الصعيد الاقتصادي تظهر كل من القاهرة وبخارس تهتماما كبيرا وإرادة جادة لتعزيز العلاقات بين البلدين والنقلها لأفاق أرحب في شتى المجالات علاقات تاريخية وثيقة تربط بين مصر ورومانيا وليس أدل على ذلك من احتفال البلدين في عام 2006 بمرور مائة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبخارس رغم ذلك تعود العلاقات والروابط بين مصر ورومانيا إلى أكثر من مائة عام مضت وذلك من خلال التعاون في مجالات عدة على سبيل المثال أثناء فترة حفر قناة السويس إلى جانب الروابط الدينية فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية والتي تمتد إلى قرون عديدة تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار كما تحظى بمستوى عال من التنصيق وتتسم بتقارب وجهات النظر ما بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وقد ساهم انضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2007 في تعزيز العلاقات ما بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي اتساقاً مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالتكتل التنوع المتزايد بات سمة رئيسة في العلاقات المصرية الرومانية من خلال اتساع نطاق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تربط ما بين الجانبين ومن بينها العلاقات الاقتصادية السنائية وقد تركزت أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا خلال الأعوام الماضية على البترول ومنتجاته والأرز والأسماك والأدوية والمستحضرات الطبية والأسمنت بالإضافة إلى المنسوقات والخضر والفاكهة فيما تركزت الواردات المصرية من رومانيا على القمح والأخشاب والمنتجات الكيموية ووسائل النقل والمعادن وفي ظل الفرص الاستثمارية المتميزة التي تحظى بها مصر امتداداً لمشروعاتها القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية تفتح الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في مصر ورومانيا آفاقاً جديدة نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين على مبدأين أساسيين هما التنسيق السياسي المشترك والمنفعة الاقتصادية المتبادلة أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق عشر مبادرات جديدة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية وقدم أعضاء التنسيقية عدداً من المبادرات لتنمية الحياة السياسية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطنية وتعزيز القدرات الإبداعية والقيم الاجتماعية البناء يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نسخة جديدة من المنتديات وعقب أيام من إعلان استراتيجية 2023 وانضمام الأعضاء الجدود من مختلف الأحزاب السياسية والكوادر الفاعلة في مصر أهلا بكم من جديد وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها الجوية شنت خمس ضربات على أفراد ومعدات عسكرية روسية وضربتين على أنظمة الصواريخ المضادة لطائرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذكرت الهيئة أن وحدات الصواريخ والمدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ضربت موقع قيادة وثلاثة مجموعات من أفراد الجيش الروسي ونظاما صاروخيا مضادا لطائرات ومستودع وقودة وأضافت الهيئة أنها صدت أمس هجمات روسية بالقرب من تسع بلدات حيث تركز روسيا جهودها حاليا على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات كابيانسك وليمان وبخموت أعلنت سلطات دونسك مقتل مدنيين وإصابة أربعة آخرين في قصف أوكراني طل سبع مدن وبلدات وأضافت سلطات أن قوات كييف أطلقت أكثر من مئتي صاروخ وقذيفة مدفعية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأشارت سلطات دونسك أن القصف أسفر أيضا عن وقع أضرار بنحو ثلاثين مبنى سكنيا وستة مرافق بالبنية التحتية المدنية أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية لإقليم خرسون بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت الإقليم ستين مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذكرت الهيئة أن القوات الروسية أطلقت نيران المدفعية التقيلة وقدائف الهون والدبابات على البلدات السكنية كما هاجم الجيش الروسي مدينة خرسون ست مرات وأوضحت الهيئة أن منطقة خرسون تعرضت أمس الأول لقصف روسي لأكثر من سبع وأربعين مرة مما أصفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 جرد رئيس الأوكراني بولاديمير زيلانسك العديد من السياسيين سابقين دوي النفوذ من الجنسية وذلك في أحدث خطوات لما وصفه بتطهير البلاد من تيارة المؤثرة الموالية لروسيا وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية أن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش والذي تم عزله من منصبه في عام 2014 كما شملت القائمة وزيري التعليم والداخلية السابقين أكد المستشار الألماني أولف شولتس أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الأسلحة التي تلقتها من الدول الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية وقال أولف شولتس أن حلفاء أوكرانيا اتخذوا خطوات جديدة في مجال الدعم العسكري لأوكرانيا بما في ذلك تعهد بتقديم دبابات تقيلة وصواريخ بعيدة المدى ومن المنتظر أن يمنح الغرب قريبا أوكرانيا دبابات قد يسلوا عددها إلى ما بين 120 و140 دبابة من دول مختلفة من ضمنها 14 دبابة ليوبارد 2 سوف تسلمها ألمانيا من مخزون جيشها اشتركوا فيلمات القريمة اشتركوا في القناة قفز معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى تشهده البلاد منذ سبعين عاما وسجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 11.1% في شهر يناير الماضي وأرجع مكتب الإحصاء للتحدي في النمسا السبب الرئيسي وراء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية وزيادة تكاليف شبكة توزيع الكهرباء بشكل حاد مؤخرا وأكد المكتب بلغة مستوى التضخم في النمسا أعلى مستوى منذ عام 1952 بالرغم من إجراءات الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية دكتور السلموني بعد التحية لأول مرة منذ سبعين عاما تشهد النمسا هذه القفزة في معدل التضخم في رأيك الأسباب والتداعيات الأسباب بالنسبة أولا مساء الخير لنا والشعب المصد كله إن شاء الله التضخم ده ده تضخم مستورد نتيجة عاملين مهمين أولا الحرب الأوكرانية مع روسيا وقطع الغاز بجميعات كبيرة لما أدى إلى ارتفاع الغاز أفقار الغاز بنسبة كتيرة في السوق الأوروبي بالسوق الأوروبي فالمهاردة تمام كمان فيه حاجة مهمة قبل التضخم ده وقت النهاردة فهم بيعالجوا التضخم الدول الأوروبية بيتطبع فلوس بتعمل زي النظام الأمريكي بيتطبع فلوس بالضبط عشان يقدر يسدد نيزاني الخزانة بتاعته ويقدر يدي بعض المعاولات للناس اللي موجودة هناك ده تضخم لن ينتهي هذا التضخم إلا بحاجتين مهمين الحاجة الأولا لازم الحرب دي يبقى فيه سلام الحاجة التانية اللي هي خطيرة موجودة إن الجو النهاردة فيه احنا بنمر بجو الشتاء والجو الشتاء كافي في أوروبا السنة دي تمام وفيه زلج وفيه يعني انجلترا عد عليها أسبوعين من أخطى ممكن لحد النهاردة درجة الحرارة فيها نزلت لخمسة تحت الصفر في لندن نفسها دعم فيها النهاردة استعمال استعمال الكهرباء واستعمال الغاز تمام زود من الكميات اللي هي غير متوقعة بالنسبة الجو زي ده فالغاز النهاردة اللي مقطوع من روسيا أمريكا بيتموله لأوروبا بستة أضعاف أو سبع أضعاف القيمة اللي كانوا بيأخذوها من روسيا اللي موجود نعم فالنهاردة كمان طبع الفلوس الزيادية دي اللي موجودة فيها تمام من غير إنتاج دي وضع في المنتهى الخطورة على الاقتصاد وعلى الخزانة المالية في الدول الأوروبية الحاجة الثالثة الدول الأوروبية دولة صناعية دول صناعية محتاجة تصلى طول الوقت فالصناع عندهم المهاردة يعني أكثر مصانع شغالها بكفاءة نسبة 47% مش شغالها بنسبة 100% لأنه ما عندوش الطاقة الكافية يقدر يكمل فيها فدي كلها عوامل مؤثرة تأثير جامل على الاقتصاد النمساوي والاقتصاد الأوروبي فأوضاع خطرة وبعض الناس المهاردة المرتبات بدأت تنخفض انخفضات كبيرة لأن المرتبات غير كافية للتعامل مع الزيادات الانخفض ده النهاردة فيه زيادة أسعار غير طبيعية في المواد الغذائية أسعار غير طبيعية في الكهرباء والغاز أسعار غير طبيعية في المواصلات في الترامب سيبوتيشن فالنهاردة الموظف العادي أو الموظف الصغير نحتاج يعود ده هيصف إزاي فمرتبه النهاردة بيحتاج يمكن ضعف المرتب أي موظف النهاردة بيحتاج ضعف المرتب علشان خاطر يقدر يتعامل مع هذا الزيادات زيادة المردبات بيقدر سوء أكتر للتضخم بيرفع المتضخم أكتر من هو عليه أنا متوقع التضخم ده هيوصل لأعلى درجات أعلى من اللي هو فيها دي في الوقت الحالي نعم الدكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن العلوم الاقتصادية شكرا جزيلا لك دخل حضر استيراد جميع المنتجات البترولية الروسية المكررة عن طريق البحر إلى الاتحاد الأربي بما في ذلك الديزل حيزة في ذا ويأتي هذا الحضر الذي يفرضه الاتحاد الأربي على منتجات النفط الروسية مكملا لحضر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا إلى جانب وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل على مدى عقود كانت تدفقات ناقلات الوقود تتنقل ذهابا وإيابا بين المواني في شمال غرب أوروبا وبحر البلطيق انطلاقا من روسيا لكن اعتبارا من اليوم بدأ حضر تلك الناقلات بموجب قرار أوروبي يحدد سقفا لأسعار المشتقات النفطية الروسية دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أكدوا أن السقف الذي تم توصل إليه يبلغ 100 دولار للوقود الأكثر ثمنا مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وصفت الاتفاق بالمهم قائلة أنه يندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وتأتي الخطوة الأخيرة في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم عمليته العسكرية في أوكرانيا هذا وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي حظرا على الخام الروسي الذي ينقل بحرا على متن سفن أوروبية وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا يبلغ ستين دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم وتفيد المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي تخلى عن نحو 90% من الواردات الروسية بمجب الحظر على النفط الخام كما قدرت بأن السقف المحدد حاليا على أسعار النفط الروسي يكلف موسكو نحو 160 مليون يورو يوميا حذر وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان من مغبة أن تؤدي العقوبات الغربية وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل وقال الوزير السعودي أن بلاده تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا لأغراض الطاهي والتدفئة كان تحالف أوبك بلاس الذي يضم روسيا قد اتفق العام الماضي على خفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق عرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابات بورن تخفيف حدة تعديل المزمع لنظام المعاشر التقاعدية لسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان هذا وتريد حكومة رئيس إمانيويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون خلال سنوات المقبلة ترجمة نانسي قنقر نهوض به وبالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وخلال ترأسه اجتماع لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية وصناعة التليفون المحمول في مصر شدد مدبولي على اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعات في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح سيسي في هذا الصدد على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كما أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول في مصر وما يتم حاليا من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال لإنشاء مصنع لهذا الغرض معضحا أن الدولة تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلي في هذه الصناعة إلى 40% تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 156 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 21 طن وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعيرة تم ضبط قرابة 42 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط قرابة 23 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 462 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير متابق للمواصفات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي من المقرر أن تبدأ في الحادي عشر من فبراير 2023 دون تأجيل وفي سياق متصل تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت الثالث من يونيو 2023 كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم العاشر من يونيو المقبل تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين وسط اقبال منقطع النظير على زيارة المعرض فضلا عن زيادة كبيرة في نسبة المبيعات هذا العام عن العام الماضي ويشهد المعرض الذي تستمر فعلياته حتى 6 من فبراير عددا كبيرا من الفعاليات التقافية ويشارك فيه أكثر من ألف دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وذلك بمركز مصر للمعرض الدولية بالتجمع الخامس ومعي على الهواء مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد دعنا في أجواء المعرض اليوم أبرز ما يشهده اليوم من فعالياته أنشطة نعم إيمان ويوسف تحية لكم أجواء أكثر من إيجابية يشهدها معرض القاهرة دولي الكتاب في يوم الحادي عشرة حيث تتواصل هنا في معرض القاهرة دولي الكتاب أعمال الفكر والثقافة والإبداع من إقبال كبير من الجمهور وصل في يومه الحادي عشرة أو تجاوز ثلاثة ملايين زائر أو مواطن على مدار الأيام الماضية التي أقيمت فيها فعاليات المعرض بالإضافة لأن هناك إقبال كبير جدا على شراء الكتب والمشاركة في الندوات الثقافية والفعاليات الثقافية يمكن من خلفي الآن تبدو إحدى هذه الفعاليات الفنية والثقافية وهي عروض للفنون الشعبية والذي يقام بالتوالي سواء على مصرح بلازا واحد أو بلازا اثنين على مدار اليوم وعلى مدار أيام فعاليات هذا المعرض منذ قليل كانت هناك أيضا عروض فنية للسرك القومي والذي يقدم أيضا مجموعة من العروض الفنية والتي ينجذب لها الأطفال بشكل كبير إجمالا نتحدث عن فعاليات أكثر من رائعة سواء من الندوات الثقافية اليوم كان هناك العديد من الندوات الثقافية في قاعد صلاح جهين شهدت مجموعة من الندوات ومازالت تتواصل حتى نهاية اليوم إذن الله من بين هذه الندوات ندوة من السرد العربي وتحدث عن الأدب العربي بالإضافة إلى صلاح جهين في بلاز صاحبة الجلالة وصلاح جهين طبعا كما هو معلوم أو معروف أنه هو شخصية المعرض لهذا العام بالإضافة إلى ندوة أخرى كانت بعنوان نحن والتاريخ حاضرة فيها نخبة من التاريخيين والمؤرخين الذين قدموا أيضا إسهاماتهم في هذا المجال بالإضافة إلى ندوة عن الخطات قدر البورسعيدي وهو أيضا من الخطوط التي نتشرف بها في الأدب العربي كان هناك أيضا في القاعدة الدولية مجموعة من الندوات الأخرى والتي منها لطائف العمران في دراسة المكان بالإضافة إلى ندوة أخرى لدولة الأردن وهي ديف شرف المعرض لهذا العام وكانت تحت عنوان السياحة الثقافية في الأردن والعروض الثقافية والأدبية في الأردن بالإضافة إلى توزيع جواز مصابقة كشاف المترجمين والمرأة العربية والثقافة المجتمعية وبالتالي نتحدث عن مجموعة من الندوات الثقافية والفعاليات الثقافية القيمة جدا والتي ينجذب له عدد كبير من الزوار ومن النخب الثقافية أيضا نتحدث عن خمس قاعات قاعة رقم خمسة مخصصة بالكامل للأطفال هناك إقبال كبير جدا من الأطفال وأولياء الأمور والأباء والأمهات على زيارة هذه القاعة التي قصصت للأطفال تقدم مجموعة كبيرة من القصص للأطفال بعروض تصل إلى خمس جنيهات في ألهاية العامة المصيرية للكتاب يصل سعر الكتب من جنيه واثنين جنيه حتى عشرين جنيه فبالتالي نتحدث عن تخفيضات وبالتالي هناك تنافس ما بين النشرين على تقديم عدود التخفيضات تصل إلى أربعين وخمسين في المائة على الكتاب الواحد وأيضا إذا قام الزائر أو المواطن بشراء أكثر من كتاب سوف يزيد من نسبة العروض وبالتالي هذا معرض القاهرة دول الكتاب لم يتبقى فيه إلى يوم واحد فقط وهو يوم غدا من المقرر أن يغلق أبوابه فيه السادس من فبراير يوم الاثنين وبالتالي هذه فرصة عظيمة جدا لمحبي القراءة ومحبي اقتناء الكتب وليأولياء الأمور والأباء والأمهات الاقتناء وشراء الكتب والاستفادة من هذه العروض التي ربما لن يجدوها خارج أسوار معرض القاهرة الدولي للكتاب إجمالا هذا هو المشهد في يومه الحادي عشر بعد أن وصل أو تجاوز عدد الزائرين اليوم إلى ثلاثة ماليين إجمالا من عدد الزائرين على مدار أيام المعرض منذ افتتاحه رئيس الوزراء في الخامس والعشرين من يناير الماضي نشكرك جزيلا أحمد الحسيني نقلت الآن الصورة بوضوح من معرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا جزيلا لك تواصل معرض أهلا رمضان بكافة المحافظات استقبال الجمهور لشراء كافة السلع والمواد الغذائية يأتي هذا في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة جهود حثيثة تبذلها الدولة لتوفير مسلزمات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبكميات وفيرة في مختلف محافظات الجمهورية وفي هذا الإطار تواصل معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة استقبال الجمهور لشراء كافة السلع والمواد الغذائية المعرض دوت فيه كل المنتجات ما بين لحوم وفراخ ولحمة وزيت وبقليات وكل حاجة موجودة وزيما حرق شايف الإقبال الشديد دوت ده سببه أن الأسعار هنا أقل من السوق على الأقل من 20% ل30% جميع المعارضات من السلع الغذائية المعروفة والمتدولة بالأسواق الغرفة التجارية بالجيزة بتقدم هذا المكان مجانا للعارضين بتنطقي جميع العارضين من الشركات المصنعة والمستوردة والمنتجة والله هي حاجة كويسة جدا يعني بالنسبة للزيت والسكر والرز أسعار كويسة جدا حاجة جميلة خارس يعني الواحد الشوية حكت كلها وحاجة جميلة جدا ويخيصة وزي الفل وسعيا للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تعمل مبادرة المواطن أولا بمحافظة القاهرة على تنفيذ شوادر لتوزيع السلع الغذائية الاستراتيجية كمدرية تأمين القاهرة قطاع الرقابة عندنا بينزل بحوالي 5 حملات يوميا غير الحملات الإدارية اللي في كل إدارة في كل حي في إدارة تأمونية وفي إدارة إقابة تأمونية أيضا في أربع حملات مركزية بتقوم من كل قطاع في القاهرة بتقوم حملة مركزية من مدريد توميل القاهرة بالإضافة إلى غرفة عمليات هذا وتستهدف الخطة إقامة خمسة معارض أهل الرمضان بكل محافظة وفي القرى والنجوع فضلا عن السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء على المواطنين تتواصل عمليات دعم معارض أهلا رمضان في مدن ضمياط بالسلع الغدائية بجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية في المحافظة هذا وتتراوح نسبة التخفيضات بين 20 و30 في المائة وتضم أكثر من 50 قسما وتم تخصيص عدد من الأقسام في كل معارض لسيدات يدعمهن المجلس القومي للمرأة بضمياط لعرض منتجات وسلع غدائية ويدوية مجانا في مدن ضمياط القديمة والروضة ورأس البر الفكرة جت باهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكن الاقتصادي للمرأة ستات محافظة ضمياط عاملين مجهود جميل جدا وعملين أنشطة وحرف يدوية في مجالات كتير جدا ولكن كان عندهم عائق الانتشار وأنهم يسوقوا منتجاتهم من هنا جت فكرة تخصيص جزء لهم في معارض أهلا رمضان إحنا مبسوطين طبعا بالمبادرة اللي إحنا وصلنا لها الوقت في المكان ده إن إحنا بنعرض في معارض أهلا رمضان أول مرة مجموعة من السيدات يكون لها مكان نعرض فيه المنتجات اليدوية بتاعتنا عندنا مجالات كتيرة كلها حرف يدوية بننتج منتجات كتير بأسعار طبعا التنافسية طبعا بعمل منتجات خرص واكسسوارات بقالي سنة بشتغل وبانزل معارض بس بمقابل مادي أول مرة أنزل معارض من غير مقابل فالمحافظة سمعت أن المحافظة عاملة أهلا رمضان هنا فيه جزء بارتيشن للسيدات هنعد ثلاث شهور فترة كبيرة إن أنا عرض منتجاتي وإن أنا تعرفوا كده والناس تجي تجي تشوف شغلنا إحنا بنعمل كرشي بنعمل مفارش بنعمل أشغالي ده وي كتير يعني كذا حد مشترك في المعرض بيعمل حاجات الناس تعمل شموع كرشي مفارش حاجات مجرومي كل الناس بتتعب وبتشتغل وبتعمل شغل حلوة جدا بيعرضوا حاجات مثلا خاصة بالمنازل وكده وخاصة بالبنات وفي فوانيس رمضان وفيه برضو التلات وفيه يعني حاجات سرعة مختلفة وبأسعار ما شاء الله مختلفة طبعا وبقارن مثلا ما بين الأسعار هنا وما بين أماكن تانية تليدي الأسعار هنا مثلا أقل من أماكن تانية أقل من محلات وأقل من مولات ولها إباراته جدا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب وذلك برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين ورئيس الشرفية لاتحاد الصحفيين العرب صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء جمهورية رومانيا نيكولاي تشويكا وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري وفلوريس سباتاراو وزير الاقتصاد الروماني والسفير الروماني بالقاهرة ميهال استوبار أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالمراجعة الدورية ودراسة السياسات التسويقية باعتبارها إحدى آليات العمل الرئيسية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحرية جاء ذلك خلال اجتماعين لمتابعة سير العمل ودراسة حزمة جديدة من السياسات التسويقية للهيئة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى دراسة السبولية بخطوط ملاحية جديدة في ضوء استراتيجية الهيئة لزيادة حصيلة إراداتها واتعزيز دورها الدعام لخدمة حركة التجارة العالمية أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الطور التابع لها الحفار زوسر وذلك لأول مرة ضمن مخطط استقبال حفارات البترول العاملة في حقول خليج السويس لأعمال صيانة دورية وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن استقبال الحفار يأتي في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المواني التابعة للمنطقة وضمن استراتيجية الدولة لتطوير المواني وتعظيم الاستفادة من موقعها الغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط أدرج بنكو جي بي مورجن الأمريكي العالمي المتحف المصري الكبير ضمن قائمة التوصيات التي تضمنها الكتيب الذي سيصدره هذا العام ويقوم بتوزيعه على عملائه المميزين حول العالم هذا وقد أبرز الكتيب صورة للمتحف المصري الكبير المزمع يفتتاحه قريبا مرفقة بوعد المعلومات عنه مؤكدا أنه سيكون أكبر متحف للحضارة المصرية القديمة في العالم وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ أمون انطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثانية عشرة في أحضان الحضارة المصرية بمعبد الأقصر بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة المهرجان انعقد تحت شعار السينما خلود الزمان انعكاسا لدور السينما في تخليد الزمن والتاريخ وذلك وسط حضور كبير من نجوم السينما والضيوف وتضمن المهرجان عددا من الفقرات الغنائية انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنام الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل القاهرة تستضيف اليوم منتدى الأعمال بين مصر ورومانيا لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري القوات الأوكرانية تشن ضربات على أنظمة صواريخ روسية وموسكو ترد بقصف خرسون ستين مرة في يوم واحد ختم نشرة الثالثة أتاتكم من التلفزيون المصرية شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر